نتعرف عليه في فقرة منشات والبداية بجريدة الشروق اليومي لنهار اليوم السبت وفاتح من فبراير أردوغان يطلب من تبون وثائق تاريخية حول جرائم المستعمر الفرنسي في الجزائر هكذا عنوان الشروق هذا المقال الصادر في الجريدة لنهار اليوم وانسجام جزائري تركي يعزل فرنسا ويجرها إلى حل الاعتذار هكذا عنوان الشروق أو يجرها إلى حتمية الاعتذار هكذا عنوان الشروق اليومي وقالت أنه خلال زيارة الأخيرة لرئيسة تركيا رجب طيب أردوغان إلى الجزائر طلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وثائق تثبت المجازر التاريخية والهمجية على الاستعمار الفرنسي نبقى دائما في الشروق الروح إلى موضوع ثاني وموضوع آخر تأجيل رحلة لإجلاء رعاية جزائريين بوهان هذا ما جاء في الشروق أونلاين في الموقع إذن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية لجد أمس من العاصمة الصينية بكين كانت من المبرمج أنها نفسها تعاود ترجع إلى مدينة أوهان الصينية من أجل إجلاء الطلب الجزائريين والرعاية المتوجدين في المدينة الموبوئة في فيروس كورونا لكن تقرر تأجيل الرحلة بسبب عدم حصول طائرة الخطوط الجوية الجزائرية على رخصة من الطيران المدني وأيضا من السلطات في مدينة أوهان لأن اليوم فيه حجر وفيه قيود على السفر نحو مدينة أوهان ومثلا الخطوط البريطانية بريتش ايرويز منعت أي رحلة من وإلى مدينة أوهان وبعض الولايات أو المدن والمحافظات الصينية من الشروق نروح إلى الخبر لنهار اليوم نعم الخبر نقرأ في السريمر الإحتلال إسرائيلية شنغارات جوية على جنوب غزة اجتماع طارق لجامعة العربية بخصوص فلسطين اليوم السبت في الصفحة الأولى المحكمة العلية تستقبل دفعة ثانية من وزراء بوتفليقة بعد تصريحات تبون حول مكافحة الفساد وصناعة الجزائرية تدخل مرحلة الموت السريري نتيجة سياسات خاطئة وخطط غير واضحة أيضا نقرأ وقلق وسط الصيادلة بسبب مرسوم بيع الأدوية المؤثرة عقليا الأمين الوطن لنقبة الصيادلة حسب تصريحاته وعم العقود الإدماج الميهني يطالبون بتدخل الحكومة وأنقولا مرشحة لا يشتقم له في الموضوع لكن مقاطعة كأس أمم إفريقيا بالعيون المحتلة تتوسع أنقولا يعني رفعت احتجاج بسبب تنظيم هذه البطولة في مدينة العيون الصحراوية المحتلة والقدس ليست للبيحة كذا عنوانت الخبر في مسيرة وفي الحراك في جمعة الحراك الخمسين مطالب الجزائرين هذه المرة توجهت نحو القدس تضامنا مع الشعب الفلسطيني من الخبر روح مشاهدين إلى جريدة الشعب الصادرة لنهار اليوم الشعب الجزائر تشارك في اجتماع عربي طارق حول فلسطين بالقاهرة وجراد يدعو الاتحاد الإفريقي إلى الاطلاع بدور محوري في حل الأزمة فيما يخص ليبيا ومشاءات حديثة تضمن مياه شرب نوعية حسب مؤسسة سيال لطمأنة الجزائريين ونقلوه في الرياضة الأندية الجزائرية خارج الإطار في رابطة الأبطال الإفريقية من الشعب الروح إلى المصار العربي وفي المصار كورونا تأجيل إجلاء الجزائريين من وهان الصينية وتبس فضيحة هز بريد الجزائر ببير العاتر والجزائر لا لصفقة القرن تأييدا للدعم القوي والدائم للقضية الفلسطينية الروح من المصار العربي إلى الصحف الدولية وإلى يومية العربي الجديد الصادرة بلندن تركيا تهدد بالتدخل في إدلب السورية وعنوان كبير بصورة أكبر كورونا العالم في حرب هكذا عنوانات يومية العربي الجديد الصادرة في لندن وخصصت لهم ملف كبير جدا العديد من الروايات متضاربة بخصوص هذا الفيروس هل خرج من أحد المختبرات الصينية أم كان نتيجة للعداد الغذائية الصينية وتناول الحيوانات من الثديات خصوصا الوطوات وغيرها كلها أسئلة طرحها هذا الملف بالإضافة إلى تعامل بعض الدول حول انتشار هذا الفيروس وتوقعات كيف سيكون في حال توسع دائرة الفيروس من العربي الجديد إلى القدس العربي لنختم بها جولتنا في أخبار الصحف والصحافة الضفة الغربية والقطاع ينتفذان ضد سفقة القرن وقصف جو إسرائيلي جنوب غزة تل أبيب توقف صدرات الخضروات الفلسطينية والسلطة الوطنية ترد بمنع استراد بضائع الاحتلال هذا ما جاء في القدس العربي وأيضا بريطانيا تخرج رسميا من المنظومة الأوروبية بعدما تقرر أمس أو كان أمس آخر يوم للعالم البريطاني من أمام مقار الاتحاد الأوروبي ببريكسل إذن تقريبا هذه أهم المواضيع اللي جاءت في يومية القدس العربي لبها نختم جولتنا في أخبار الصحف والصحافة لكن الشروق مورنينغ متواصل بعد نحو مباشرة نحو مباشرة إلى فقرة الصحة النفسية وضيفنا دائم صديقنا الدولة